جماعة اليوم راح أتكلم عن حركة البيتكوين القادمة راح أتكلم عن المستوات المهمة اللي لازم تتبه لها الآن في الأسواق التقليدية وفي البيتكوين فإذا عندك أي كريبتو فتأكد أنك تشوف هذا الفيديو راح أتكلم عن الحيتان لأنه في الواقع في عندنا حوت جديد يظهر وراح أوريكم سلوك هذا الحوت وراح كما نقول لكم عن كاميرون وينكل فوس لأنه هذا الشيء أخيرا يحصل راح يتم إلقاء الضوء على ديجتال كورينسي جروب وعن الأشياء اللي عملوها لأنه الآن يقدموها على طلب الإفلاز فجماعة هذه أشياء لازم تعرفها أشياء كبيرة تحصل في فضاء اللامنة الرقمية FTX على وشك أنه يتم إطلاقها مرة أخرى كمنصة تداول هذا الشيء سخيف تماما ولكن راح أتكلم عن هذا الشيء مرحبا بكم مرة أخرى سيمنصور قدم لكم فيديوهات تعانى اللامنة الرقمية كل يوم وأعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جد على هذا القناة اضعط لزر الاشتراك وفعل الجرس الآن طيب جماعة خلونا نبدأ هنا ولنقدر نشوفه هنا على فريم الأربع ساعات إنه إحنا لسا ماشينا بشكل جانبي ويعني ما في أشياء كثيرة تغيرت هنا على فريم الأربع ساعات في شيء واحد لازم تنتبهه له أكيد في عندنا هنا خط المقاومة في الأعلى عند 21700 دولار وعندنا خط الدعم هنا في الأسفل عند 20400 دولار في حال حصلنا على حركات كبيرة هنا ولكن شوفوا جماعة هنا على خطوط الموفينغ أفريج في عندنا هنا خط موفينغ أفريج كبير ممكن يكون مستوى الدعم للبيتكوين في حال حصلنا على هبوط هنا في البيتكوين عند حاليا مستوى 20500 دولار فخط الموفينغ أفريج هذا هنا مع هذا الخط البرتقالي على هذا الشارت الشارت الأربع ساعات رح يكون مستوى الدعم قوي للبيتكوين في حال حصلنا على هبوط إذا رجعنا هنا في التاريخ رح نشوف يا جماعة إنه حصلنا في السابق على الدعم من عند هذا الخط البرتقالي بوم 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 وهنا في هذا الهبوط أو في هذا الديل حصلنا على دعم تماماً من عند هذا الخط البرتقالي فتقدروا تشوفوا يا جماعة هنا إنه خط الموفينج أفريج هذا هنا 50 على تشارة الأربع ساعات دعم سعر البيتكوين في السابق ولما نكسر لأسفل هنا من عند هذا الخطفة في العادة نشوف هبوط كبير هنا على المدى القصير فحطوا عينكم مجموعة هنا على خط الموفينج أفريج 50 على فريم الأربع ساعات وأكيد راح أقل لكم على الإطلاع فهذا شيء واحد بسيط تقدر تأمله على لكي لا تخسر أموالك هنا في سوق الكريبتو حالياً وتحاول تبحث عن مستويات أو منطقة دخول منطقية إذا عايز تشتري في الهبوط طيب وبنظر جماعة هنا على الفريم اليومي نحن عارفين أنه إحنا كسرنا هياكل مهمة ونماذج مهمة جداً هنا على هذه الفريمات الطويلة والأشياء شكلها بلعج جداً ولكن جماعة إحنا لسا متوقعين تقلبات كبيرة للأعلى والأسفل كما تعرفين جماعة تكلمنا هنا عن خط الـ EMA 200 على الفريم اليومي كيف أنه إحنا كنا نحصل على مقاومة أو معاناة عند هذا الخط نكسر هذا الخط الأعلى وبعدها نحصل للهبوط مرة أخرى فهذا هو الوضع الآن على الفريم اليومي وبالنسبة للوقس ألغو نشوف هنا أن الوقس ألغو عطانا إشارة الشراء لسا موجودة ولسا ما عطانا إشارة البيع للآن فهذا هو كمان الوضع على الوقس ألغو وبالنسبة لـ Moving Averages هنا نقدر نجوف أنه في عندنا خط الـ Moving Average 200 حاليا عند مستوى 20 ألف دولار تماما ففي حال حصلنا الهبوط هنا في البيتكوين ففي عندنا خط الـ Moving Average هذا هنا كدعم للبيتكوين وكمان زي ما قلنا في السابق عندنا هذا الـ Moving Average على أفريم الأربع ساعات عند مستوى 20 500 دولار وكمان عندنا هذا الخط البني عند 19 800 دولار وخط الـ Moving Average هذا هنا حاليا عند 19 500 دولار ففي عندنا يا جماعة هذه المستوىات كلها موجودة حاليا لازم الواحد يكون منتبع عليها طيب بالنسبة للأسواق التقليدية حصلنا على هبوط أمس وكمان حصلنا على رفض من عند خط الترند لائن هذا هنا خط المقاومة فراح نحط عيننا على هذا الشيء طيب خلونا لان يا جماعة نتكلم عن الحيتان خلونا نتكلم عن الأشياء اللي لازم نتبع عليها هنا في الأخبار ولكن هنا جماعة تذكر فقط مجرد تذكير إذا عايزين تنضموا إلى هذه المسابقة وتحصلوا على جائزة بقيمة 50 ألف دولار فباقي فقط كم يوم على هذه المسابقة وإذا عندكم حساب في الواي بت فتأكدوا يجماعة أنكم تنضموا إلى هذه المسابقة عن طريق هذا الرابط وإذا عملت حساب جديد هنا على الواي بت فتقدر تحصل على بونس إداع 30 ألف دولار للحسابات الجديدة تأكدوا يجماعة أنكم تستغلوا هذا العرض من هذا الرابط موجود في أعلى صندوق الوصف طيب جماعة ما الآن فيه هنا عندنا أكبر حوت موجود على الإطلاق دائما نتكلم عن هذا الحوت ولكن يعني ما فيه أشياء تغيرت من آخر مرة هاتكلمنا عن هذا الحوت لما نقل كمية كبيرة من البيتكوين إلى حساب آخر ولكن فيه عندنا الآن هنا حوت جديد وفي الواقع هذا الحوت هنا بدأ بتجميع البيتكوين من شهر نوفمبر بدأ بتجميع كميات كبيرة كل يوم ولكن مؤخرا حول أو باع هنا ألف بيتكوين ألف ستمية وألف ومئتين بيتكوين ولكن هنا لسه قاعد يجمع بين هذه الفترات فهذا صراحة شيء مشوق جدا فمن هذا؟ هل هذا أحوت؟ أو هل هذا مجرد شخص عادي عنده كمية بيتكوين كبيرة؟ أو هل مؤسسة؟ أو هل منصة تداول؟ ما نعرف ولكن دعونا جماعة نحطنا على هذا الشيء هنا لأنه تم بيع كميات كبيرة مؤخرا هنا من هذه المحفظة طيب جماعة وكمان أريد أن أتكلم معا عن الأسواق التقليدية هنا لأنه في عندي هذه التشارت وما ستعمق في إجمعنا كل هذه الأشياء ولكن الخلاصة هي أنه السوق حاليا يتوقع أنه ما راح يكون في عندنا أشياء سيئة السوق يتوقع أنه الفيدرال الأمريكي راح يتحول بشكل سريع نفس الشيء اللي تكلمت عنه أمس يتوقعوا أنه الفيدرال الأمريكي راح يبدأوا بقطع أو وقف رفع مؤدد الفائدة وما راح يكون عندنا فترة طويلة من رفع مؤدد الفائدة ونفس الشيء اللي قلته أمس أنه إذا ما حصل هذا الشيء إذا شفنا معدل الفائدة في مستوية مرتفعة لفترة طويلة فالسوق راح يكون في صدمة وهذا راح يقود إلى تقلبات هنا وهذا يتوافق مع اللي يتوقعوا فهذه راح تكون صدمة هنا للناس اللي يتوقعوا أنه إحنا راح نتحول بشكل سريع أكثر من المتوقع يعني هم يتوقعوا تحول كبير هنا للأعلى في وقت قريب وفي الواقع نعم ممكن نبدأ نشوف تحول كبير هنا للأعلى ممكن نبدأ نشوف الفائدة الأمريكية يبدأ بطباعة الأموال مرة أخرى هذا هو اللي شفناه تاريخيا الفائدة الأمريكية دائما كانوا يبدأوا بطباعة الأموال بشكل سريع رغم أنه كانوا يقولوا ما راح يعملوا هذا الشيء فهذا هو السبب كمان اللي يخلي السوق يتوقع أنه هذا الشيء راح يحصل مرة أخرى ولكن لسه كمان نكون حذرين يا جماعة ومجهزين بأنه ممكن هذا الشيء ما يحصل في هذه المرة فإحنا مراقبين يا جماعة هذا الشيء نتوقع أنه راح يكون هنا في تقلبات ولكن بشكل عام زي ما قلت يا جماعة أنا لسه متوقع أنه البيتكوين راح يكون في تريند صاعد هنا في أثناء فترة الدخول إلى سنة قبل فترة التنصيف وكمان في فترة التنصيف فاستراتيجيتي لسه زي ما هي يا جماعة ولازم نكون محضرين للتقلبات سواء للأعلى أو للأسفل طيب جينسيس تريدينج تقدم على طلاب الإفلاس فنؤمن الآن أنه راح نشوف وراح نعرف إيش الأشياء اللي كانت تحصل خلف الكواليس وهذا كمان ممكن نكشف كينات أخرى اللي ممكن تكون الآن في حالة إفلاس أو اللي عندها مشاكل مالية فممكن نعرف أشياء أكثر عن إيش اللي قاعد تحصل خلف الكواليس هذا الشيء الجيد ولكن الشيء السيء أنه يعني أكيد إحنا مش عارفين إيش اللي راح يحصل كعاقبة لهذا الشيء في عندنا هنا كاميرون وينكو الووفز من أحد أكبر المودعين في جينسيس تريدينج ما قدروا أنهم يحصلوا على تسوية جيدة لجيميناي واللي قالوا هنا قال أنه ما لم يرجع باري وديجيتال كورينس جروب وهي الشركة الأم لجينسيس تريدينج ما لم يرجع إلى رجدهما ويقدمها عرضا عادلا للدائنين فسنقوم برفع دعوة قضائية ضد باري وديجيتال كورينس جروب قريبا فدعوة قضائية ضد ديجيتال كورينس جروب وباري اللي هو صاحب شركة كريسكيل اللي عندها أكثر من 15 مليار دولار قيمة البيتكوين اللي عندها وكمان تكلموا هنا عن خداء دعوني أرى هنا كنا نستعد لاتخاذ إجراءات قانونية مباشرة ضد باري وديجيتال كورينس جروب وغيرهم بمن يشاركون المسؤولية عن الاحتيال الذي تسبب في ضرر لمستخدمي برنامج الربح في جيميناي وكلمة احتيال الجماعة هذه كلمة كبيرة في عالم الكريبتو فإنه يقول هذا الشيء بشكل علني طبعا هذه الجماعة مليارديرية هذه مش مجرد حسابات عادية هنا في تويتر أو حسابات مجهولة فإنه شخص زي هذا يذكر كلمة احتيال هذا الشيء كبير جدا طب جماعة خلونا نكمل هنا والمحامي الإفلاس لشركة FTX في الواقع ربما يعيد إطلاق المنصة هذا بصراحة شيء سخيف من عدة نواحي أول شيء من يعني هل رح تحول أموالك إلى FTX حاليا صحيح FTX كان منصة تداول كبيرة سابقا ولكن ليش رح تحول أموالك أو تستخدم منصة FTX بهذا الوضع وكمان ما معنى هذا الشيء للناس اللي رح يحولوا أموالهم إلى FTX هل رح يكونوا قادرين أنهم يسحبوها لأن الناس اللي عندهم أموال على FTX على حد علمي أنهم مش قادرين يسحبوها فما أعرف رح نشوفها جماعة رح نشوف ولكن هذا الشيء هنا تسبب في أنه عملة FTX ترتفع ولكن رح نشوف إش اللي رح يطلع من هذا الشيء بصراحة شيء غريب بعد كده نيكسو لازم تدفع 45 مليون دولار للSEC واو هذه يا جماعة مش مجرد فكة هذه أموال كبيرة فإنه نيكسو تدفع هذا المبلغ حاليا في نصف هذه الفوضى وفي نصف كمية الناس اللي قاعدين يسحبوا أموالهم أردد من نيكسو بصراحة شيء مبهر إنه هما إلى الآن لسه شغالين ولسه ما تم تدميرهم بصراحة شيء رائع جدا عجبني هذا الشيء شيء رائع إنه هما لسه مقاومين ولسه في عندهم أموال علشان هي الناس اللي عايزين يسحبوا أموالهم يقدروا يسحبوا أموالهم ومع أخذ في الاعتبار إنه كثير من الشركات السابقة تدمرت وانتهت بدون ما يحتفعوا هذه الكميات هذا هنا صراحة شيء مبهر جدا للنيكسو أنا سعيد بهذا الشيء أتمنى أنهم راح يستمروا ويقدروا يكملوا شغلهم ولكن زي ما أنتم عارفيني جماعة إذا عندي أموال ما راح أحطها في النيكسو حاليا طب جماعة هذا كنكوشي عندي لكم اليوم بتوفيق لجميع وأشوفكم في الفيديو القادم